أنا عندي 25 سنة وعندي صاحبتي بقالنا 10 سنين أنا وهي تخطبنا في وقت واحد بس أنا شخصية بحب الخصوصية بشكل كبير ومش بحب أبقى فضولية حتى معاها هي شخصيا في تفاصيل حياتها هي تجوزت قبلي بشهر وبالرغم أنها عرفة طبعي لكن أنا كنت بحاول ما أقولش على تفاصيل حياتي المهم جيت حجزت فرحي وكلمتها حلو لقيتها تخضت وبعدها تغيرت تماما هي حجزت فرحها من غير ما تقول لها أنا بفكر أحجز في الوقت الفلاني يعني فتغيرت معها تماما ولما كلمتها بعد فرحي كان كلها منها تعرف أنا مسافرة فين قلت لها لما أرجع هقول لها غريبة أنتي أوفر شوية معلش مزالش مني برضه صاحبتك الأنتيم وأنتي مسافرة شهر العسل طبيعي أنك تقولي صاحبتك الأنتيم أنا رايحة شهر العسل فين يعني هي مش سر قومي لا أيا خايفة من الحسن طب ما هي تجوزت قبليها بشهر صاحبتها صاحبتها جوزت قبلي بشهر يعني إذا ما فيش مليان هي من نوع اللي ما بتحبش تقول حاجة عنها قلت لها لما أرجع هقول لك إيه المهم المهم لقيتها اتصلت بجوزي وبتعرف إنه كل التفاصيل من قبل الفرح الاثنين أوفر يعني كمان اتدقيت جدا وزعلت منه بس هو اعتذر لي وأدرك الماقص ولما وجهتها قلبت الترابيزة وعملت تتلق أنا كده غلطانة أنا زعلانة أني خسرت صاحبة عمري وهي مش شايفة نفسها غلطانة أنتو الاثنين غلطانة طبعا أنتو الاثنين الغلط مشترك بينكو أنتو الاثنين أولا أنت زيادة لو هي صاحبة عمرك على كلامك أنا استخدمت تعبير بتاعك المفروض تبقى عارفة طبيعتك مش عايزة أخسرها لأن دي صاحبة عمري المفروض تبقى عارفة تتجوزي إمتى من قبل متحجزي يعني المفروض دي نقاشط دور طبعا أحجزي يوم كذا لا تقول لي مثلا أبو سيادة حجزي يوم كذا وفي شهر كذا عشان الناس كلها تكون رجعت مثلا من السفر تكون رجعت من طبيعي يعني نشور بعضين عادي هروح شهر العسل طبيعي نقول لصحبتي الأنسيم أنا بفكر روح هنا أو هنا رأيك إيه أنه أحسن ونفكر سوا ده طبيعي بس كمان صحبتها الأنسيم لأ من أجايا لصحبتها بس أنا هما لتنمت العوش أنسيم يعني أنت أنا شخصية على فكرة وأصدقاء المقربين يعرفوا أن أنا شخصية كتومة جدا وما بحكيش تفاصيل حياتي غير في أضيق الحدود والأقل للناس ودي طبيعتي وأنا مبسطو براحة ما بس أنا منهم أيوا أنت بس أنا منهم فما بحكيش لكن في حاجات هحكيها يعني في حاجات أنا لو ما قلتهاش لشيري ممكن تزعل مني يعني تقول لي ليه ما قلت ليش على فكرة طب ليه خبتي عني لو حاجة ده أنا يعني لو حتجوز في يوم شيري ونهال بدلية أول اتنين هيعرفوا وحقول لهم وإحنا عاديم في البريك أنا بفكر عن فرح يوم كذا فدي هي هتقول لي حاجات طبيعية أنت أفوارتي في الخصوصية وهي أفوارت لأن هي عندت معاك هي حست كمان أنت بتخرجيها حتى لو ما ترفعش سماعة الجوز هتكلمه معالش أنتو الاتنين غلطانين وزي ما كنا بنقول في أول الحلقة عن العتاب واللوم وعتاب الأحباب ولوم الأحباب أنا لو منك هعتبها عتاب لطيف هعتبها عتاب خفيف عتاب أحبة هقول لها أنا أسفى في الأول لأن أنا أفوارت ولأن أنا خرقتك من تفاصيل من حقك تخش فيها طالما أنا بعتبرك صحبتي الأنسيم ولازم أعترف بغلطتي اللي بناء أنا عليها ترتب عليها رد فعل منها غلط برضو بس لازم تقدمي السبت وبعد ما تقدمي السبت وتعترف أنك أفوارتي تلوميها بقى عتاب لطيف وخفيف وزريف ومتعيش العلاقة دي عشان مش كل يوم الواحد بيلايق أصحاب احنا بنحفى سنين عشان نعمل صحبة أو صحبتين كويسين بجد صح صحابين هم الاتنين مش متخيلة الاتنين الشخصية يعني واحدة بتفسح عن كل التفاصيل وعايزة تعرف واحدة كاتومة جدا من درجة تاني بتقولش الأنتماتها يا راحة فين في شعر العسل يعني والمرجحة بقوله مش عارفة هم ما زين عادوا عشر سنين صحاب برضو رد لبه تيل شوي لا بس هي من قبل الجملة دي وهي بتكلم مع جزها بتعرف منه أخبار الفرح أيوة لما يعني قصدي هي ما ممكن يكونوا صحاب ما ممكن يكونوا صحاب برضو أنا معودش واحد لو صحابتي مش عايزة تحكي لي سر لأ أنا جدور شورا عشان تحكي لي يعني لو أنت في سر بتقول لي لشاري مقولة لي مررخش اقول لي هدي بقيت أتقول لي هدي بقيت أتقول لي هدي ما هي؟ أنا مالي طبعا فهمني خلال حتى لو صحابتي طبعا خلاص في حاجة مش عايزة تقولها لي خصيات أنا حرة طبع diverse يعني برضو دي يعني كات زيدة شوية بس برضو زي ما انت قلت دي الطريقة الصحة لأنها تحتفظ بالصديقة كأصدقاء بعيدة عمرهم.